اشتركوا في القناة والمتفوقين والطلاب الوسط والطلاب الاضعاف ودائما نخلي مادة الانجليزي مش كابوس ان شاء الله حبايبي اليوم في عنا هذه الـ idioms اللي إلها meaning في الانجليش ورح ناخد ان شاء الله الـ adjectives والـ synonyms تعيتها المترادفات اللي إلها على حبايبي أول إشي عنا jump down somebody's throat اللي هو إنك لما تثور في وجه معين اللي هي throat الحلق يعني زي كأنه هيك بتقول أنا معلق في زوري شاي معلق في زوري مش طايق و بدك تنفش فيه to react angry to something أنا بدأ أربط لك إياها بكلمة angry شو معنى angry بغضب بطريقة غاضبة تمام تمام put somebody on the spot لما واحد تحطه على الـ spot شوين تحطه على الـ spot يعني زي كأنك حطيته في موقف مش لطيف فلذلك to empower someone by forcing them to answer a difficult question ممكن تربطها بكلمة difficult question يعني تحطه في مكان يعني تقول مثل ما حطينا حشرنا في الزاوية وصلت تمام fire questions at someone لما واحد تمسكه وتبلش تصفيه أسئلة 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 ما بترحمه to ask someone a lot of questions quickly a lot of the questions اللي هي الأسئلة أو مجموعة من الأسئلة تمام reviews to let something drop اللي إنك ترفض ترك شيء معين to not stop talking about something not stop talking لما تضل إيش ما أخذ المايكروفون محدش قادر يسكتك ولا يوقفك عند حدك تمام insist on having the last word لما أنت تضلك مصمم أنك أنت تختمل قاعدة أنت تحكي الكلمة الأخيرة اللي هي الكلمة الفصل to have to make the final point يعني final point النقطة الأخيرة النهائية تمام not get a word in each ways اللي هي أنك ما تقدر تحكي كلمة وفي واحد ببره مش عارف تخذ منه المايك to be enable غير قادر to see anything أنك مش قادر تحكي أي شيء because someone else is talking all the time إن شخص قدامك بيضل ببرم 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 عرفتوه ما دول البريمة ها تسكتهم ما هدا بقدر يسكتهم إلا قدرة الله عز وجل دمام دمام أوكي عندنا الادجكتف اللي هم الصيفات طبعا الفعلنا الادجكتف والسنة نمتاعها والادجكتف والسنة نمتاعها بدي إياك تحفظها إنه هاي اللي هي terrified and frightened التنتين شو معناهم خائف أكي astonished and surprised متفاجئ وصلت شو القصد أكي تمام دقنا نكون عارفين هم هدول المتكافئات ممكن أجيب لك مثلا شو الكلمة المكافئة لا terrified شو بدك تقولي frightened أو frightened شو بدك تقولي terrified نفس المبدأ annoyed exasperated اللي هي معناها متقضايق تمام أكي تمام وعنا furious delivered اللي هي معناها غاضب جدا فذلك بدنا نكون حفظينهم معنا بعيده بكرر إحنا مشكلتنا بالهاي نوت بصراحة الحفظ ما كان موجود في الأكشن باك نعم فيه انجليزي انجليزي عرب كلمات القطع موجودين بس إحنا هون كبان التنويع اللي صاير في داخل المادة تمام tense and nervous اللي هي مجدود ومتوتر بتلاقي إيش ماله ومجدود ومتوتر أوكي تمام وعنا في غاية thrilled وعنا build the red اللي هي confused في غاية الارتباك بتلاقي مرتبك و defacitated and sad اللي هي معناها محطم الله يبعد عنا وعنكم المحطمين والمحطمات تمام حبايبي؟ ذاك في الجزء الثالث عنا the phrasal verbs sorry the idioms تمام and اللي هو the adjectives اللي هم اللي وردوا عنا دائما نحكي كل شي بترتب بالطريقة الصحيحة بصير سهل كل شي بنحط في المكان الصحيح بتصير أموره بسيطة بنهاية دائما التوجيه دائما أنا بقول لطلابي وطالباتي هو لعبة تنظيم وتخطيط مش لافز لك ولا فلسفة ولا تعداد مصادر اليوم عم بشوف بطلابي الالفين وثمانية للأسف مشكلة إنه بفكر حاله إذا قاعد بحضر لخمس أساد فهو عامل إشي كبير بوعدك إنك نهاية السنة ما رح تعرف أنت مع مين ولا كيف مشيت في المادة ولا كيف رح تراجع المادة دائما اختيارك للمصدر الصحيح ومصدر ثقة وإلهام عشان تقدر تكمل وتمشي إلى الإشي اللي بتبحث عنه إحنا هدفنا إشي واحد إن شاء الله إنكم تتألقوا وتجيبوا أفضل علامات ويا رب دائما إحنا نكون سبب ولو بسيط في خلال هذه المسيرة والرحلة بارك الله في الجهود بارك الله في الهمام يعطيكم العافية موسيقى